استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم المشاركين في المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي تستضيفه مملكة البحرين بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية الدولية والطاقة وذلك بحضور معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد رحب جلالة الملك المفدى بضيوف البلاد مشيدا بمشاركة هذه النخبة المتميزة من القيادات والشخصيات السياسية العربية والعالمية المرموقة والمفكرين والأكاديميين والباحثين البارزين في هذا المؤتمر الهام مما يؤكد ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة متميزة في الأوساط العربية والدولية وما حققته من نجاحات وإنجازات على كافة المستويات وأكد جلالته أن هذا المؤتمر يشكل فرصة طيبة من أجل تبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول مختلف الأمور والقضايا والتطورات السياسية خاصة في هذه المرحلة الهمة التي تشهد فيها المنطقة تفاعلات وتحولات كبيرة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الأمة العربية وبالأخص أمن منطقة الخليج العربي كما أكد جلالته حرص مملكة البحرين وتأييدها لأي جهد يصب في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وفي كافة مناطق العالم وإنها تسعى دائما إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح والمنافع المشتركة وأشار جلالته إلى أن البحرين ومعها دول مجلس التعاون تتحمل مسؤولية التعاون الدولي في حماية الممرات الدولية التي من خلالها تشكل الشريان الأساسي للاقتصاد العالمي وقال جلالته أن مسؤوليتنا تقع في حماية هذه الممرات من عمليات الإرهاب والقارصنة ونحن في البحرين قد أسهمنا بشكل فعال في تحمل هذه المسؤولية ولقد كان شرف كبير لسلاح البحرية الملكي البحريني في قيادة التحالف الدولي في فترتين متتاليتين والمشاركة في حماية البحار في المنطقة وأضاف جلالة الملك المفدة نحن في البحرين حققنا الكثير من تطلعاتنا وتطلعات شعبنا في التنمية الحضرية بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن المواطنة في البحرين يتمتع بالحرية والحياة الكريمة ونتطلع إلى تحقيق المزيد لشعبنا وقال جلالته إننا قد حققنا بتحالفاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم إنجازات تصب في صالح المواطن في البحرين وتسهم أيضا في ترسيخ السلام في المنطقة مشيرا جلالته حفظه الله إلى إيمانه الراسخ بالتعاون الدولي لضمان الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة وفي بقية أرجاء العالم وأضاف جلالته أننا نود أن نؤكد على ضرورة إبعاد المنطقة عن أي توترات خاصة فيما يتعلق بمسألة امتلاك أسلحة الدمار الشامل كما أكد جلالته أن سكان الجزيرة العربية ودول مجلس التعاون قد حافظوا على دينهم وتقاليدهم القديمة مدافعين عن مبادئهم وقيامهم التي لا تتزعزع كون الجزيرة العربية هي موطن العرب الأصيل مشيرا جلالته إلى أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تحرص جميعا على المحافظة على الترابط الاجتماعي والتقاليد العربية والأصيلة وليس من العدل مقارنة ما تشهده دولنا من تنمية وتطور وتقدم بدول تمر بتوترات سياسية وعنف داخلي بعيدا عن مشاريع التنمية والبناء منوها جلالة العاهل المفدة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي جزء مكمل وهم في الأمة العربية مؤكدا في هذا الصدد على الدور الرائد والمؤثر الذي تطلع به دول المجلس على الساحة الإقليمية والدولية وإسهماتها البناءة والإيجابية في دعم قضايا السلم والأمن الدوليين كما أعرب جلالته عن تقديره لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة على تنظيمه لهذا المؤتمر وعلى مبادراته الرائدة التي يقوم بها في مجال الدراسات والأبحاث على كافة المستويات انطلاقا من دوره في تقديم الخبرة والمشورة وتعميق المشاركة والاستفادة من مختلف الأفكار والآراء والتوجهات المطروحة للنقاش منوها كذلك بإسهامات المركز واهتمامه بتحليل ودراسة التطورات الإقليمية والدولية وإقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تضم المفكرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للمشاركين في هذا التجمع بالتوفيق والسداد والاستفادة من النقاشات ومختلف الآراء والأفكار لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة بما يعود بالخير والمنفع على دول وشعوب المنطقة كفا